اهلا بحضراتكم التقلبات الجوية هي شعار الفترة الحالية للتقسة وتتربع الشابورة المائية على رأس الظواهر الجوية اما هيئة الارصات فتحذر من فرق درجات الحرارة بين الليل والنهار تفاصيل حالة التقسة اليوم والايام المقبلة نعرضها لحضراتكم الآن من خلال هذه التغطية الجوية ما زلنا نشهد تقلبات الجوية تلك الفترة وخاصة اليوم السبت حيث حضرت الهيئة العامة للارصاد الجوية من الفرق في قيم درجات الحرارة بين الليل والنهار ويتجاوز الفرق ما بين الليل والنهار العشر درجات في مناطق القاهرة الكبرى وحوالي 15 درجة على بعض المناطق في الصعيد وتتوقع هيئة ارصاد ان يسود تقس دافئ على مناطق الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد مائل للدفء على المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط ومع قدوم فترة الليل واختفاء شعة الشمس تكون هناك انخفاضات تدرجية في قيم درجات الحرارة وتكون ملحوظة اكثر في ساعات الليلة المتأكرة والساعات المبكرة من الصباح اما بخصوص تساقط الامطار قالت هيئة الارصاد ان الفرصة مهيئة لتساقط الامطار على المحافظات الساحلية والصحراء الغربية ومناطق من محافظات شمال الوجه البحرية اما بالنسبة لحالة البحرين اشارت هيئة الارصاد الجوية الى ان حالة البحر المتوسط خفيفة الى معتدلة وارتفاع الموج من متر الى متر ونصف المتر واتجاه الرياح شمالية شرقية وتكون حالة البحر الاحمر من خفيفة الى معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف الى مترين واتجاه الرياح شمالية غربية اما عن تقسى الاياب القادمة فتتوقع هيئة الارصاد الجوية وجود عدم استقرار في الارصاد الجوية بداية من غد الاحد ويستمر حتى يوم الثرثاء المقبل وتوقعت هيئة الارصاد تساقط الامطار على شمال ووسط الصعيد بداية من يوم غدا الاحد تصل الى القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب الصعيد ومحافظة البحر وسيناء ومن المتوقع ان تشهد البلاد اليوم السبت امطارا خفيفة الى متوسطة بنسبة حدوث 30% في مناطق متفرقة وغدا الاحد بنسبة تصل الى 40% وذلك على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وتزيد نسبة تساقط الامطار يوم الاثنين المقبل بنسبة تصل الى 60% وتستمر فرص تساقط الامطار على البلاد حتى يوم الثلاثاء القادم التسع عشر من مارس بنسبة تصل الى 30% من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري مع وجود نشاط لرياح اما عن ضروة التقلبات الجوية فتكون يوم الاثنين المقبل ويصاحبها تساقط امطار مختلفة الشدة على اغلب المحافظات على مستوى الممهورية ايضا من المتوقع ان تصاحب هذه الامطار نشاط كبير لرياح وتختلف شدتها من محافظة الى افرى وفي جنوب البلاد قد يكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة على مدار ثلاثة ايام المقبلة ومن المتوقع ان تسجل درجة الحرارة العظمى يوم السبت 33 درجة وتصل يوم الاحد الى 37 درجة لتكون الاجواء حرى نهارا وباردة ليلا وقالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئة العامة بالارصاد الجوية ان هذه التقالبات الجوية التي نشهدها تلك الايام هي بسبب تأثر البلاد بالمنخفض جوي يستمر تأثيره حتى الثلاثة المقبل واضفت عضو المركز الاعلامي بهيئة الارصاد الجوية ان البلاد تتأثر بكتل هوائية شمالية منخفضة في درجات حرارتها حيث يسود طقس شتوي دافئ على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشبال الصعيد ومائل الدفء على السواحل الشمالية ومائل الحرارة على المناطق الجنوبية خلال فترة النهار وحضرت الدكتورة مانا الغانم من الشابورة المائية مؤكدة ان الظاهرة التي تصاحب عادة مثل هذه الاحوال الجوية ويتزمن حالة الطقس الغير مستقرة في البلاد مع تعرض المحافظات الى نوة الشمس الكبرى التي يصاحبها تساقط امطار غزيرة الى متوسطة على شمال البلاد والتي تمدد الى القاهرة الكبرى والوجه البحري مشاهدين الان نستعرض مع حضراتكم بيان باهم الدرجات الحرارة اليوم السبت على محافظات ومدن مصر العزمة والصغرى القاهرة 22-13 العاصمة الادارية 23-12 6 اكتوبر 23-12 بنها 22-13 ضمنهور 21-13 وديناترون 22-12 كفر الشيخ 22-13 اما المنصورة 21-13 الزأذي 22-12 شبيني الكوم 22-13 طنطة 22-13 لميات 20-13 بورسعيد 19-12 واخيرا الاسماعيلية 23 مشاهدين بذلك نكون قد عرضنا لحضراتكم اهم الطاقعات لطقس اليوم والايام المقبلة كذلك قدمنا لكم بيانا بدرجات الحرارة نشكركم على حسن المتابعة والى اللقاء